موسيقى ناشط التاسعة من قناة عدنة الفضائية نبدأها بأبرز العنوى موسيقى رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً موسعاً لقيادات السلطة المحلية والمكتب التنفيذي لمحافظة الحديدة موسيقى قوات الجيش والمقاومة تحرر مواقع عدة بمناطق الشاملية في منطقة الحيق بمدية الحشاء بالطولة موسيقى مقاتلات التحالف تستهدف مواقع الحوثيين في باقم ومجز بالصعدة والجيش يحبط حجوماً حوثياً على جبال قشعان بالكوف موسيقى أهلاً بكم في التفاصيل وجه رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك وزارة المالية بدعم عاجل بمبلغ مئة مليون ريال للسلطة المحلية بمحافظة أرخبي سقطرة لمواجهة أضرار وتأثيرات العاصفة المدارية بافن بناء على توجيهة فخمة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية جاء ذلك عقب طلاعه من محافظ سقطرة رمزي محروس في اتصال هاتفي على تقرير أول حول الاحتياجات العاجلة لمحافظة أرخبي سقطرة لمواجهة تداعيات وآثار العاصفة المدارية بافن والجهود المشتركة للحكومة والسلطة المحلية وبمساهمة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في معالجة تداعيات الإعصار كما وجه الدكتور معين عبد الملك بإنشاء وحدة شاق الطرق في الأرخبيل وتوفير معدات المحافظة مؤكلا أن سقطرة تحظى بأولوية في دعم الحكومة بتوجيهة مفخمة رئيس الجمهورية وشدد رئيس وزراء على الوزارات والجهة المختصة بالتنسيق مع السلطة المحلية في محافظة أرخبيل سقطرة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمعالجة الأضرار الناجمة عن الإعصار والتركيز على أولويات المواطنين الملحة وتحسين الجوانب الخدمية خاصة طرقات والكهرباء والمياه دعا رئيس مجلس المزراء دكتور معين عبد الملك الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى عدم الإصغاء لما تقوله ميليشيا الحوث الإنقلابية والنظري إلى أفعالهم الوحشية والإجرامية على الأرض واستمرارهم في التنصر عن كل الاتفاقات والمواثيق والعهود وآخر اتفاق ستوكولم الذي مر عام على توقيعه دون أن تلتزم هذه الميليشيات بتنفيذ أي من بلودها وأكد الرئيس الوزراء خلال ترأسه في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا موسعا لقيادات السلطة المحلية ومكتب التنفيذي لمحافظة الحديدة أن الصمت الأممي والدولي وعدم الوقوف بجدية وحزم أمام رفض وتنصر ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا عن تنفيذ بنود اتفاق ستوكولم بمحاوله الثالثة يشجعها على مزيد من التمادي في تحدي الإرادة الشعبية والدولية والقرارات الملزمة مؤكدا أن هذا التمادي وصل إلى تقييد حركة وعمل البعثة الأممية لإعادة تنسيق الانتشار في الحديدة واختطاف السفر التجارية في مياه البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية واستهداف مقار الفريق الحكومي في لجنة إعادة تنسيق الانتشار بالصواريخ وطائرات المسيرة الإيرانية إضافة إلى خروقاتها اليومية والمستمرة للهدنة الأممية منذ دخولها حيز التنفيذ وأشار الدكتور معين عبد الملك إلى استمرار رفض ميليشيات الحوثي توريد الإيرادات العامة إلى حساب البنك المركزي وفق اتفاق ستوكولم لدفع رواتم موظفي الدولة ومواصلة نهبها وعدم الإيفاء بتعهداتها في فتح ممرات إنسان يآمن في الحديدة أو تنفيذ اتفاقية تبادل المختطفين والأسرى وكذا عدم رفع الحصار الذي تفرضه على مدينة عز لافتا إلى أن أساليب الإفتراء والتضليل التي أدمنت على استخدامها ميليشي الإنقلاب ووسائلها الإعلامية في تزييف المعلومات والحقائق حول حقيقة ما يجري باتت مكشوفة للجميع في الداخل والخارج واستعرض لاجتماع جهود السلطة المحلية لتطبيع الأوضاع وبسط الأمن والاستقرار في المديريات المحررة واحتياجاتها الطارئة من مشاريع الخدمية والتلموية والإنسانية والإغافية خصوصا في مجالات التحصين والنظافة والإصحاح البيئي والصرف الصحي والتعليم الجامعي والفني وإعادة تأهيل المنشآت والمراكز الصحية ومكافحة انتشار الأمراض والأوبئة وتوفير احتياجات النازحين جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران وتدارس الاجتماع لتفعيل عمل النيابات والمحاكم وأجهزة الضبط القضائي وكذا جهود قوات خفل السواحل في مكافحة التهريب إضافة إلى إمكانية ربط مديريتي الخوخة وحيث بالمحطة الكهربائية بمديرية المخا وتنفيذ عدد من المشاريع العجلة ذات الأثر الملموس في حياة المواطنين على المدى القريب وأشاد رئيس الوزراء بجهود السلطة المحلية في تطبيع الأوضاع وتوفير الاحتياجات الطارئة للمواطنين وفق الإمكانيات المتاحة في هذه الظروف الصعبة وأكد أن فخمة رئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية أصدر توجيهات للحكومة بالاهتمام بمحافظة الحديدة التي عانت كثيرا من الإهمال إضافة إلى كونها أكثر المحافظات ضرورا جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية أكد رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك أن الحكومة وذو عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدا بموجب اتفاق رياض حققت كثيرا من النتائج الإيجابية في كثير من الجوانب وينها الكهرباء والإصحاح البيئي وعدد من الخدمات وأشار رئيس الوزراء في مقابلة أجرتها معه من العاصمة المؤقتة عدا قناة الإخبارية السعودية إلى أن الحكومة بدأت أيضا بإجراء إصلاحات وأولها ما يتعلق بالوقود ومشتقات التي ستوفر مبالغ طائلة على الدولة إضافة إلى متابعة نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد للبد في قضايا تتعلق بمنافذ وغيرها مع المحافظات والمسؤولين أو الجهات الإرادية وتفعيل جهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجدد رئيس الوزراء دعوة للالتفاف خلف القيادة الشرعية برئاسة الرئيس عبد الرب منصور هادي لإعادة بناء المؤسسات بشكل كامل مؤكدا أنه لا عنوانا بدون دولة وسلطات ومؤسسات مشيرا إلى أن هناك مشروع للدولة وهناك مشروع للميليشيات المرتهنة لإيران داعيا إلى توحد الجميع لإعادة بناء المؤسسات والدولة من جديد وقال رئيس الوزراء بدأنا باتخاذ إجراءات فور العودة وإلى الآن بدأت النتائج الإجرائية تتحقق في كثير من الجوانب التقينا بسلطة محلية كلا على حدة بنسبة لعدن ولحج وأبيا والضارع وتعز وبدأنا بإجراءات سريعة في عدن ثم كان اجتماع لمجلس الوزراء مع المحافظات الخمس وكانت هناك مصفوفات من الإجراءات العجلة بالذات في قطاع نظافة والإصحاح البيئي وعدد من الخدمات تسلم وزير الخارجية محمد الحضراني نسخة من أوراق اعتماد سفير الاتحاد السويسري غير المقيم لدى اليمن باز أبناناب وخلال اللقاء أشهد الحضراني بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وبدعم سويسرا للحكومة الشرعية والشعب اليمني وفي معرض حديثه أوضح الوزير أن النظام الإيراني باعترافه بمثل ميريشيا الحوثي وتسليمه للمقارات الدبلوماسية اليمنية في طهران قد ارتكب مخالفة صارخة بمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تتطلب إدانة المجتمع الدولي وأنه لا يمثل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومن جانبه أعرب السفير السويسري عن أسفه للملابسات وسوء الفهم الذي سببه لقاء سفير بلاده في طهران لممثل ميريشيا الحوثي مؤكدا أن ذلك لا يعتبر اعترافا رسميا من سويسرا بالحوثيين نددت الحكومة اليمنية بلقاء السفير السويسري في طهران ماركوس لينس والوسير المفوض في السفارة الذي تحتضن قسم رعاية المصالح الأمريكية في إيران مع ممثل الميليشيا الحوثية لدى إيران المدعو إبراهيم الديلمي وقال وزير الإعلام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سباب أن لقاء الذي عقد في العاصمة الإيرانية طهران مخالفة سافرة للأعراف دبلوماسية وتجاوز مرفوض القوانين والقرارات الدولية ذات الصلاة بالأزمة اليمنية وأضف الإيراني أن الدول الإيراني الواضح في الترتيب وتنظيم هذه اللقاءات إمعان في سياساتها العدائية تجاه اليمن حكومة وشعبا ومؤشر إضافي لدعم السياسي إضافة إلى الدعم المالي والإعلامي والعسكري الذي يقدمه نظام طهران الميليشيا الحوثية الإنقلابية وحذر وزير الإعلام من تماهي البحثات الدبلوماسية العاملة في طهران مع أجنة نظام الإيراني في شرعنة الإنقلاب الحوثي وسياساته التخريبية التي تمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي داعي الاحترام إرادة الشعب اليمني والقرارات الدولية ذات الصراع بالأزمة اليمنية وفي مقدمتها القرار رقم 22-16 قال وزير الصحة العامة والسكانة دكتور ناصر بعوم أن اليمن كانت وما زالت ملتزمة بتحقيق تغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2003 من خلال توسيع قاعدة تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة ورفع مستوى جودتها لولا الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية خلال الخمس سنوات الماضية والتي ألقت بظلالها الكثيفة على كل مناحي الحياة بصورة عامة والوقع الإنساني الذي تأتي الصحة على رأسه بشكل خاص جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال دورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة المنعقد في أبوظبي وكانت كلمته ركزت على أهم احتياجات القضاع الصحي في اليمن مثمنا دور منظمة المؤتمر الإسلامي في تحقيق التكامل بين أعضائها انطلقت في العاصمة التولوسية أعمال المؤتمر الإسلامي 11 لوزراء الثقافة بمشاركة وفود من 50 دولة و 16 منظمة دولية وإقليمية بمشاركة بلادنا بوفد ترأسه وزير الثقافة ماروان دنماج وفي افتتاح المؤتمر استعرض وزير الشؤون الثقافية تولوسي الدكتور محمد زين العابدين تطورات التي شهدها المجال الثقافي في بلاده خلال السنوات الأخيرة مشيرا كذلك إلها من نشاطات التي تم تنفيذها على مدار العام الجاري في ظل تظاهر تونس عاصمة للثقافة الإسلامية عن المنطقة العربية فيما دع المدير العام للإسسكو الدكتور سالم المالك وزراء الثقافة والجهات المختصة في دول العام الإسلامي إلى استكمال بلفاتها التقنية لتسجيل مواقعها الثراثية على قائمة الثراث في العالم الإسلامي محذرا من أن حوالي 70 من المواقع الثراثية المعارضة للخطر بالعالم توجد داخل العالم الإسلامي من جانبه أكد وزير الثقافة السوداني رئيس المؤتمر الإسلامي العاشر لمزراء الثقافة الدكتور فيصل صالح أن العالم الإسلامي واجه تحديات كبيرة في جميع المجالات جبهرها كيف نعبر بدولنا إلى تقدم دون تخلي عن هويتنا وتركزت كلمة أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين والتي ألقاها نيابة عنها سفير طارق مخيطة الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإنسانية والاجتماعية بمنظمة حول أن المؤتمر يأتي في الوقت المناسب منوها إلى أن التواصل الثقافي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وغيرها من الدول هو الهدف الذي تضعه المنظمة على رأس أولويتها بتنسيق مع دول الأعضاء والمنظمات العاملة في هذا المجال وفي مقدمتها الإسسكو وفق مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العربية على دعم المشاريع المقدمة من اليمن والمتمثلة في تنمية المرأة الريفية بمدينة سيئون وتجهيز مركز الأسرة المنتجة بمحافظة مأرب جاء ذلك في ختم إعمال دورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العربية المنعقدة في العاصمة الأدونية عمان بمشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور ابتهاج الكمال وكانت الاجتماعات قد ناقشت برامج ومشاريع وأنشطة المجلس للعام القادم ومشروع الموازنة التقديرية لصندوق العربي للعمل الاجتماعي لسنة المالية 2020 فضلا عن موضوعات ذات الصلاب الأسرة والطفولة ومتابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لإهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وأبرزها القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية في الدول الأعضاء كما تم انتخاب المملكة الأردنية الهاشبية برئاسة المكتبة تنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والجمهورية اليمانية نائبا لرئيس تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة من التباغل وتحرير مواقع عدة بمناطق الشاملية في منطقة الحيق بمديرية الحشاء وأكدت مصادر عسكرية أن تقدم الحصف الحشاج بعد ذفاف شعبي من أبناء تلك المناطق مع قوات الجيش والمقاومة التي كبدت الميليشيات خسائر فادحة ودحرتها من مناطق عدة وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات قامت بإرسال تعزيزات ومعدات عسكرية إلى بعض المرتفعات والمواقع في الحشاء المحاذية لمناطق بتار وحجر والأزارق إضافة إلى نشر عشرات الأطقم بمداخل الطرق التي تربط عز المديرية الحشاء ببعضها استهدفت مقاسلة التحالف مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي الإنقلابية في محافظة صعدة وقالت مصادر محلية أن مواقع للميليشيات في مناطق متفرقة من مديرية باقم تعرضت لقصف جوي عنيف كما قصفت المقاتلات بعدت غارة تجمعات لميليشيات الحوثي في مديرية مجزة بالمحافظة مما أسفر عن تكبيل الميليشيات الحوثية الإنقلابية خسائر فادحة في العتاد العسكري والأرواح أحبط الجيش الوطني بإسناد من مقاتلات التحالف هجوما لميليشيات الحوثي على سلسلة جبار قشعان الاستراتيجيات في محافظة القوف في محاولة فاشلة لسحب جثث قتلهم على سلسلة جبار قشعان ونقل مصدر المعسكري ميداني أن قوات الجيش الوطني في المحور الشمالي في كامل جاهزيتها لاستكمال تحرير ما تبقى من مديرية محافظة القوف وتطهيرها من الميليشي الحوثية المدعومة من إيران بعد تكبيدهم خسائر في الأرواح والمعدات أعلنت القوات المشتركة في الصحل الغربي عن إحباطها هجمات شنتها ميليشي الحوثي على مواقع متفارقة جنوب محافظة الحديدة وأفادت مصادر عسكرية أن ستة من مسلحي ميليشيات الحوثي الإنقلابية قتلوا فيما أصيب عاشرة آخرين جنوب الحديدة وأضافت المصادر أن قتل الميليشيات الحوثية الإنقلابية سقطوا خلال تصد القوات المشتركة لهجمات شنتها ميليشيات الحوثي على مناطق متفارقة جنوب الحديدة وتكبيدهم خسائر كبيرة في العتاد الأسكري انفجر لغم زرعته الميليشي الحوثية بالطفل إلهام شوعي في محافظة حجة وقال مصدر المحلي أن لغما أرضيا كانت قد زرعته الميليشيات الحوثية وانفجر بالطفل إلهام شوعي في قرية بني حسن مديرية عبس بمحافظة حجة أثناء لعبها برفقة شقيقها ما أدى إلى سلب ساقيها وأشار المصدر إلى أن الألغام الأرضية تسببت في سقوط ضحايا بالعشرات في مختلف مناطق المحافظة فيما تواصل الميليشيات الحوثي الإرهابية من زراعة الألغام والعبوة الأسفة وبشكل عشوائي على الطرق والممرات ومزارع المواطنين التقى محافظ العاصمة المؤقتة عدن أحمد سالمين بمدير عام مكتب الضرائب عبد الحكيم معاون وخلال اللقاء شكر المحافظ أحمد سالمين الجهود الكبيرة التي يقوم بها عمال الضرائب في مختلف المواقع والمنافذ البرية والبحرية وأكد أن تلك الجهود أسهمت إسهاما فاعلا في زيادة حجم الإيرادات الضريبية التي قام بها مكتب الضرائب بتحصيلها خلال العام الحالي من جانبه أشار مدير عام بكتب الضرائب عبد الحكيم معاون أنه بفضل الجهود التي قام بها العاملون في مكتب الضرائب في مختلف المناطق ومتابعة قيادة المحافظة تمكن مكتب الضرائب بتحقيق زيادة مقدارها مليارين وثمانبئة وثلاثة وثمانون مليون ريال يمني زيادة عن ربط للعام الفين وثمانية عشر وأضاف معاون أن المكتب استطاع تحصيل خمسة عشر مليار وثمانمئة وثلاثة وثمانون مليون ريال من هذا العام التقى محافظ العاصمة المؤقتة عدن أحمد سالمين خلال زيارته لمكتب المالية بالمحافظة بمدير عام مكتب المالية مصطفى الشاعر وخلال اللقاء شدد المحافظ أحمد سالمين على ضرورة التشجيد في مسألة الانضباط الوظيفي لاستكمال الإجراءات المالية للمحافظة في جوانب المشاريع والخدمات وطالب بمتابعة كل الإجراءات الخاصة بالموازنة الخاصة بالمشاريع واستكمالها خاصة المشاريع قيد التنفيذ من جانبه أكد مصطفى الشاعر مدير عام مكتب المالية بعدا أن المكتب يقوم بكل الأعمال المناطبة وفق التسهيلات المالية التي تقدمها بزارة المالية ونمه الشاعر إلى أن مكتب المالية استوفى جميع الأعمال المكلف بها للعام الفين وتسعة عشر أكد محافظة العاصمة المؤقتة عدر أحمد سالمين أن النشاط السياحي سيدعم الاقتصاد الوطني ويعيد للعاصمة مكانتها السياحية بين دول العالم بما تمتلكه من مقاومات أثرية وسياحية ودع المحافظ أحمد سالمين خلال لقائه القائم بأعمال مدير عام مديرية التواهي الأمين العام للمديرية سعيد شيبانيو مدير مكتب السياحة منهل عبد سعد دعاهم إلى العمل بشكل جاد خلال المرحلة القادمة وبما يساهم في استعادة النشاط السياحي بالمديرية من جانبه أكد القائم بأعمال مدير عام التواهي أن قيادة المديرية تعمل بكل ما لديها من إمكانيات على دعم كل النشاطات التي من شأنها استعادة التواهي لألقيها السياحي ومكانتها التي عرفت عليها منذ قديم الزمن كما تطرق الأمين الشيباني إلى مشاريع الرصف وكذا افتتاح مركز طبي في منطقة القلوع بالإضافة إلى حملات رشض ضباب الوقائية التي تنفذها المديرية كما استمع المحافظ من مدير مكتب السياحة إلى الإجراءات والتسهيلات التي يقوم بها ويقدمها مكتب السياحة بالمديرية المستثمري في مجال السياحة افتتح محافظ لحج أحمد تركي مشروع مياه الشرب لمنطقتين الخداد والمخشابة بمديرية تبن بتكلفة 78 مليون ليال بتويل من السلطة المحلية بالمديرية إلى ذلك شدد محافظ لحج على ضرورة إعادة ترتيب الجمعيات السمكية بمديرية المضاربة وراس العارة ووجه المحافظ خلال ترأس اجتماع موسع بقيادة الجمعيات السمكية الجهات الأمنية بالمديرية بإزالة سوق القات والأسواق الحراجات الخاصة غير القانونية بمنطقة راس العارة وإدخالها في سوق الجمعيات السمكية الرسمي وأقارى الاجتماع إعداد تقارير الإدارية والمالية للجمعيات وإشعار جمعياتها العموبية بعقد اجتماع انتخاب جديد لها في الثالث من يناير لعام 2020 وحصر ممتلكات الجمعية وأصولها ثابتة والمتحركة وإيقاف أي عملية بسط أو بناء في صحتها ناقش اجتماعا موسع لمدراء وموثروع الوزارات والمؤسسات الحكومية برئاسة محافظ محافظة أبيان اللي وارك نبو بكر حسين سالم وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي مهني الحامد ناقش جوانب تفعيل الأنشطة الاستثمارية في المحافظة وتجابس كل الصعوبات التي حدثت في الفترة الماضية بسبب عوامل الحرب وتأثيراتها المختلفة والعمل صوب تأسيس خطط وبرامج نهوض لمختلف القطاعات ومنها قطاع الذي يمثل رافدا تنمويا واستمع المحافظ من مدير عام الاستثمار عبد المجيد الصلاحي ومدير عام عقارات وأورادي الدولة مهندس عقيل أحمد عقيل إلى الخطط يبرامج الاستثمار العام 2020 من خلال خارطة استثمارية واضحة كما أكد المحافظ على همية إدراج المشاريع المتعثرة في موازنة العام القادم كما وجه المحافظ بتوفير الإمكانيات المساعدة لمشروع المدينة السكنية مدينة الشهيدة لواء ركن أحمد سيف اليافعي والمكوّم من سبع موحدات سكنية وتوفير المشروع خطمية ومنظومة صرف صحي وغيرها من خدمات الأساسية وضع محافظ أبيان لواء ركن أبو بكر حسين سالم حاجر الأساس لمشروع مدينة الشهيدة لواء ركن أحمد سيف اليافعي والتي ستقام بتكلفة إجمالية تبلغ 300 مليون دولار تنفذ على أربع مراحل في إطار البرنامج التموي للمحافظة وما تقدمه من تسهيلات الاستثمار في مختلف المجالات تفاصيل أكثر مع الزميل والضاح الشليل مشروع لمدينة سكنية تحمل اسم الشهيد أحمد سيف اليافعي في محافظة أبيان مشروعا استثماريا هو الأول من نوعه في المحافظة في ظل ما تشهده من استقرار أمني فتح آفاقا جديدة لمستقبل هذه المحافظة صباحا وضع محافظ محافظة أبيان اللواء الركن أبو بكر حسين سالم وضع حجر الأساس للمدينة السكنية المزمع إنشاؤها في محافظة أبيان في إطار البرنامج التنموي الذي تتبناها سلطة المحلية بالمحافظة وهي دعوة لرجال المال والأعمال للإستثمار في هذه المحافظة التي تمتلك المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات نحن اليوم نضح حجر الأساس لمدينة الشهيد أحمل السيف السكنية وأول مشروع في الجانب السكنية على مستوى المحافظة هذا نعتبر أن شركة عدن الدولية الأخ القرادي من الشركات الاستثمارية ذات السماعة الطيبة وفي نفس الوقت أنا أقدر أقول أنه مستثمر شجاع الذي ينفذ بيبدأ في العمل في هذه المدينة السكنية في ظل هذا الظروف بالرغم أن الحمد لله في وجود الأمن والاستقرار في أطار المحافظة وهذا العمل اللي بيقوم به بيقيد فرصة عمل لمئة وآلاف إن أقدر نقول من العاملين الذين ستقول لهم مصدر لغمة العيش للعمل خلال فترة تقريبا عامين من شروع استثماري سيحقق فوائدها جميع أبناء المحافظة أضرب من الأخوان كل من الله صلى بالاستثمار نرحب إلى محافظة أبيان وسنكون نحاون الله ويكونوا على علم أننا بجانب أي مستثمر يدخل في المحافظة ونحن بجانبه حتى ينهي المشروع وإن شاء الله مثل هذا اليوم سيتم افتتاح هذا المشروع المشروع الذي دشنا أعماله اليوم يتمثل في إقامة مدينة تضم سبع وحدات سكنية وسياحية يتم فيها تطوير كورنيش الشهيد سالمين وإنشاء واحات وشالهات على امتداد الكورنيش بتكلفة إجمالية للمشروع متمثلة بـ 300 مليون دولار 80 مليون دولار المرحلة الأولى بمساحة إجمالية للمشروع تقدر بـ 350 ألف متر مربع منها 500 في 700 متر للمرحلة الأولى بدأنا اليوم عملنا حجر الأساس مشروع مدينة الشهيد أحمد السيف اليافعي ويعتبر أول مشروع للشركة هنا ندعو كل المستثمرين لاستثمار هنا في أبيان لأن لمسنا تعاون من لاخ المحافظ هذا المشروع يتضمن سبع وحدات سكنية في خليقي 20 وهذا في النسبة للسكني العقاري سبع وحدات سكنية من ضمنها الوحدة السكنية 523 اللي اليوم بتشنى الحمل فيها وعلى هامش وضع حجر الأساس لمشروع مدينة الشهيد أحمد سيف اليافعي السكنية استقل محافظ بعدد من المستثمرين بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة مهدي الحامد لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالاستثمار والتسهيلات المقدمة من السلطة المحلية في محافظة أبيان والتي تهدف إلى إنجاح أي مشاريع تنموية تعود بالنفع لسكان هذه المحافظة كما اطلع محافظة محافظة أبيان اللواء الركن أبو بكر حسين سالم على رسم توضيحي للمشروع المزمع تنفيذه بالمحافظة والسمع من القائمين عليه إلى الخطوات والمراحل التي سترافق عمل المشروع منذ وضع حجر الأساس حتى الانتهام وما سيشكله من إضافة نوعية لمستقبل هذه المحافظة الزاخرة بالخيرات لقناة عدن الفضائية وضع شليلي أبيان وإلى حضر موت حيث استقبل محافظة المحافظة اللواء الركن فارج سالمين البحثة لدكتور بشير سمح مستشار اتحاد رؤساء الجامعات العربية الروسية الذي يزور المحافظة حاليا في إطار مشاركته في المؤتمر الدولي للحوسبة والهندسة الذكية الذي تحتضره جامعات حضر موت ورحم المحافظ خلال اللقاء الذي حضره رئيس جامعات حضر موت الدكتور محمد سعيد خنبش ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية ودكتور عبدالله صالح بابير ودكتور بشير سمح مؤكدا عمق العلاقة التي تربط بلادنا بروسيا التي احتضرت الكثير من أبناء حضر موت والوطن الذين تخرجوا من جامعات روسية وعرب مستشار الدحال الجامعات العربية الروسية عن إعجابه بما شاهده في حضر موت من استقرار وتمية وسير التعليم الجامعي والتعليم العام والنشاط العلمي في المحافظة وتطرق اللقاء إلى توصيات المؤتمر الدولي للحوسبة بجامعة حضر موت وأهمية فتح علاقات أوطت بين جامعتي حضر موت والسيئون والجامعات الأهلية في المحافظة مع الجامعات الروسية لتعزيز التواصل الأكاديمي وتبادل المشاركات في المؤتمرات والندوات التقى محافظ حضر موت لواء روكنفارش سالمين البحسني عددا من مديري عمو مديريات وادي وصحراء المحافظة ومديري مكاتب تنفيذية بالندي والصحراء بحضور وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي وفي لقاء أكد المحافظ اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة بكافة المديريات والمكاتب الإدارية في جميع أنحاء المحافظة لأصيام مفيد مديريات الوادي والصحراء والحرص على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث تنمية حقيقية في المناطق النائية كما وجه المحافظ بتأهيل سور مبنى الإدارة المحلية ومجمع الدوائر بمديرية حريصة بكلفة خمسة ملايين ريال وكما وجه بتكفل بإيجار مركز الفتاة بسيئون تابع لبكتب التعليم الفني وترميم مركز الأمن بمديرية حورة ووادي العينة بمبل أختصعة ملايين ريال ووجه المحافظ باهتمام بإشراك المرأة في صنع القرار ودعم تعليم الفتاة وتخصيص تعاقدات للمرأة دمن صندوق التعليم ودعم الأمن وتعبيم تجربة اعتماد إقامة بشاريع في هذه المديريات بالطاقة الشمسية التقى محافظ حضر موت لواء روكنفرج سالمين البحسن لجنة كأس حضر موت لكرة القدم بحضور وكيل المحافظة المساعدة شؤون الشباب فهمي عوض ببضاوي وناقش المحافظ مع عدد من أعضاء لجنة التحضيرات لانطلاق البطولة السابعة وأكد على أهمية البطولة التي تجمع شباب حضر موت من مختلف المديريات وتساهم في خلق علاقات متينة بين الشباب الرياضي على صعيد اللاعبين والحكام والإداريين والإعلاميين الرياضيين بالإضافة إلى تنشيط الواقع الرياضي في المحافظة وقال المحافظة أن البطولة السادسة حققت نجاحات كبيرة وحظيت بتقطية إعلامية واسعة وبلغ مدها الخارج وأرسلت رسائل الداخل والخارج تؤكد استقرار حضر موت ما تشهده من تنمية ونشاط رياضي ونشاطات وتنمية على مختلف الأصعيدة واستمع المحافظ من الوكيل المساعد شؤون الشباب وأعضاء اللجنة إلى التقارير الفنية والمالية للنسخة السابعة والرؤى والأفكار لتطوير البطولة التي تعد الأفضل حاليا على مستوى الوطن أشهد محافظ شبو محمد صالح بن عديو بمواقف القوى والأحزاب السياسية بالمحافظة ودعمهم لشرعية الدولة وتوجهاتها الوطنية والاستراتيجية في هذه المرحلة واستعرض داخل اللقاء آخر المستجدات على الساحة الوطنية والمحلية مؤكدا على دوره بالمعهود والمنشود في تعزيز جبهة التحل التنحوم الوطني بالمحافظة ومناهضة ثقافة العنف والفوضى التي ددعو لها بعض المكونات المتمردة على شرعية الدولة لافتا بأن قيادة المحافظة تسعى بكل حكمة وإخلاص لمعالجة تبعات الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة وإطلاق برامج التنمية المحلية المستدامة من جديدة ودعا محافظ شبوى قياداتها الحزبية والسياسية إلى المشاركة الفاعلة في صناعة التحولات التنموية التي تشهدها المحافظة والعمل المشترك لمواجهة كافة التحديات التي تواجه على مختلف الأصعدة والمستويات وخلال اللقاء بارك قابلة الأحزاب والطنويمات السياسية كل الخطوات التي تقوم به قيادة المحافظة من أجل تعزيز دعائم الأمن والاستقرار فيها مثمنين عاليا جهودها ودورها في الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيز سلطاتها الدستورية والشرعية ناقش اللقاء بمدينة سيئون ضم وكيل محافظة حضر موت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري ووكيل وزارة التربية والتعليم جمال سالم عبدون أوضاع القطاع التعليمي في مديريات الوادي والصحراء وخطة تحسين الأداء واستعرض اللقاء بحضور مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بوادي حضر موت والصحراء دكتور محمد فلهم واقع التعليم والاحتياجات الضرورية والسول الكفيلة للنهوض به إلى مستويات عليا وأكد اللقاء اهتمام وزارة التربية والتعليم وقيادة السلطة البحرية بالوادي والصحراء بالقطاع التعليمي من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع المختلفة بما يساهم في تحسين واقع التعليم كونه أساس نهوض بالوطن إلى أفاق المستقبل مشددين على ضرورة بذل المزيد من الجهود من قبل الجميع لتجاوز التحديات والصعوبات وصل صندوق النظافة والتحسين بمحافظة عدن بمدير البريقة حملات النظافة الواسعة في تحسين الشوارع الرئيسية والجولات على مداخل العاصمة المؤقتة عدن التفاصيل في سياق التقرير الذي أعده الزميل محمد الصوفي يواصل صندوق النظافة والتحسين بمحافظة عدن اليوم في مديرية البريقة حملات النظافة الواسعة وذلك في إطار حملته الواسعة للنظافة والتحسين في الشوارع الرئيسية والجولات على مداخل العاصمة المؤقتة عدن حتى يقوم صندوق النظافة حاليا بقهود كبيرة تأتي تنفيذا للتوقيهات الرئاسية لفخامة رئيس الجمهورية عبدربو منصور هادي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في حملات واسعة في أوساط الشوارع الرئيسية في مدينة عدن ومداخلها وضواحيها وحتى تلك الأماكن التي لم تصلها سيارات القمامة هذا وتبذل إدارة صندوق النظافة قهوداً قبارة ممثلة بالمهندس قائد راشد أنعم المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين الذي يتابع عن كثب سير حملات النظافة الشاملة في كل أرقال عاصمة عدن والذي يحرص دائماً على الارتقاء بأوضاع النظافة وفي الحملة الواسعة التي يتم تنفيذها في مديرية البريقة أكد وليد الحاق الأمين العام المجلس المحلي بمديرية البريقة أهمية هذه الحملة لإعادة المنظر القمالي لمديرية البريقة داعياً الأخوة المواطنين للمساعدة في الحفاظ على نظافة المديرية صندوق النظافة هو يشتغل بوتيرة عالية كون في السابق كان يعني الضعف في الجهات الأمنية كان لا يتواقد الجهات الأمنية كانت يعني منخلية في أمور أخرى إنما الآن بعد الأحداث التي تمت بدأ صندوق النظافة وبدأنا نرحنوا بالتعاون مع الأخوة في الدعم وسناد بفرض الغرامات على القلابات وعلى جميع المخالفين والذين يقوموا بالبناء ويعني يقومون معظم المخلفات في البزر الوسطية للشوارع هذا فيما أكد عبدالقبار سيف رئيس قسم النظافة المديرية البريقة أن هناك العديد من الخطط التي ينفذها صندوق النظافة بالمحافظة والتي ستسهم إلى حد كبير في الحفاظ على نظافة المديرية حسب توقيهات فخامة الرئيس عبد الربو المشير عبد الربو منصور رهادي وتوقيهات فخامة رئيس الوزراء معين عبد الملك وتوقيهات محافظة محافظة عدن أحمد السالمين وأشراف وتوقيهات من قيادة صندوق مثلا بالمهندس قايد راشد أنعم بحملة شاملة في محافظة عدن ونحن في منطقة البريقة بدأنا الحملة في تاريخ أربعة يوم الثلاثة وشملت هذه الحملة منطقة الدكة التي لا توجد فيها سيارات شملت منطقة الدكة ومنطقة العشوائي والأحواش ومنطقة صلاح الدين وعمران وقمنا في حملة في هذه الفترة بمائتين وستة نقلات بواقع سيارات 12 طن في السيارة الواحدة فهذه كانت مبادرة جميلة لكن نحن وصلنا إلى مناطق لم توصلها سيارات بتاتا لها مدأة السنين ولكن مع الفترة هذه القادمة إن شاء الله سوف تتخصص لها سيارات بعد الحملة الشاملة هذه يسعى صندوق النظافة بالمحافظة لوضح حلول لتكدس القمامات والعمل على إضفاء مناظر قمالية من خلال عملية التشجير والتزيين للقولات وطلائها وذلك في إطار حملات النظافة والتشجير والتزيين التي أصبحت بصماتها ظاهرة للعيان وترقمة لمدى التفاني والإخلاص في العمل على الرغم من الإمكانيات والعديد من الصعوبات التي تعترض سيار عمل الصندوق ما تشهده مديرية البريقة من أعمال للنظافة جاءت من أجل تخلص هذه المديرية من أكوام القمام المنتشرة فيها ولقع لهذه المديرية جميلة ورائعة كما كانت من قبل محمد الصوفي قناة عدن الفضائية العاصمة المؤقت عدن ومن الوريقة إلى خور بكسر حيث نفذ مدير عام المديرية ناصر جبران الجعذري ومعه مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس فتحي الثقاف بالمحافظة نزولاً ميدانياً للإطراع على مواقع تنفيذ مشاريع تجديد شبكات الصرف الصحي في أحياء المديرية والممول من الصندوق العربي وخلال النزول لمواقع تنفيذ مشاريع شبكات الصرف الصحي برفقة مهندسية الصرف الصحي ومقابل المشروع اطلع مدير عام خور مكسر على مسارات مرور شبكات الصرف الصحي في إحياء المديرية والعراقيل التي تعيق تنفيذ المشروع وأوضح الجعدني على أن مشاريع الصرف الصحي ومخطط تنفيذها بتمويل من الصدوق العربي تعد من أهم مشاريع البنية التحتية في المديرية وقد انتظرتها المديرية منذ فترات سابقة إلى جانب أن المشروع سوف يساعد في معالجة الإشكاليات في شبكة الصرف الصحي وانسداد المناهل بالمديرية افتتح أمين عام السلطة المحلية بمديرية التواهي سعيد الشيباني المركز الروسي الطبي الحديث في حي الهلال بحضور عدد من الكوادر الطبية والشخصيات الاجتماعية وفي الافتتاح هنأ الشيباني إدارة المركز بمناسبة الافتتاح مشددا على ضرورة الاتزام بالضوابط الصحية ومراعاة المردى كما طاف في المركز الطبي مستمعا إلى شرح مفصل عن الأجهزة الطبية والأقسام التي يشملها المركز وأكد دعم السلطة المحلية لمثل هذه المشاريع التي تعد رفدا للخدمات الصحية في المديرية وفي الختام نعود لنذكر بأبرز ما جاء في النشر لهذا اليوم رئيس الوزراء يترأس اجتماعا موسعا لقيادات السلطة المحلية والمكتب التنفيذي لمحافظة الحديدة موسيقى قوات الجيش والمقاومة تحرر مواقع عدة بمناطق الشاملية في منطقة الحيق بمدية الحشاء بالطالع مقاتلات التحالف تستهدف مواقع الحوثيين في باقم ومجز بالصعدة والجيش يحبط حجوما حوثيا على جبال قشعان بالكوف موسيقى وصلنا الى ختم النشرة شكرا على حسن المتابعة في امانيا موسيقى موسيقى